سلام لبنات كديري لبس عليكم أمركم زيانة صحيحتكم لابس تنتمنى تكونوا كاملين باخير على خير وتكونوا في أحسن الأحوال معكم كيف العادة صحبتكم وحبيبتكم ربيعة الحسنوية في فيديو جديد وكيما تعودتم معايا دائما نجيب لكم جديد واليوم إن شاء الله جبت لكم هاد الخدمة الصحيحة ديال الفقهة الأقدام اللي هي شمعة السماوي المداوي هاد الشمعة هذي تتفرح الجواد وتتقضي الغرض جلب ومحبة خطيرة وآمنة لبنات ما تخافوش منها ديروها للزوج ديروها للحبيب ديروها الخاطيب وعاد شوفو نتيجة غزالة هاد شمعة هذي تقدرو تديروها سواء كانوا عندكم الجواد ولا ما كنتوش من بنات الجواد تقدرو تديرو هاد الخدمة هذي وخيكون الحبيب ولا الزوج غضبا ولا بعيد راها تجيبو وتتجيبو حتى لعندك وبلما نطول عليكم البنات تتبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخير ما تنسوش تديرو لايك اللايكات ديالكم البنات هي اللي كتشجعني وكتحفزني وتنعرفكم أنكم مهتمين بالوصفات اللي تنزل ليكم وبلما نطول عليكم ما تحتاجو لهاد الخدمة ديال اليوم أول حاجة تديروها البنات هي تتشريو ثلاثة ديال الشمعات زرقين ثلاثة ديال الشمعات لونهم أزرق يكونوا متوسطين ولا صغار يعني ما يكونوا شمعات كبار متوسطين ولا صغار ويكونوا دائريين ولا مربعين ماشي مشكيل المهم أنهم يكون لون ديالهم أزرق من فهم عليها البنات هات الشمعات هادو عتشريوهم بلا مساومة بلا متاوية يعني عتعطيو العشاب ولا العطار اللي كتاخدوا من عندو عتعطيو الفلوس هو يعطيكم الشمعات وهيرد عليكم الصرف من فهم عليها البنات ثلاثة شمعات زرق أول حاجة تديروها تتاخدوا ديال الشمعات وتتبخروهم بطريف ديال جاوي جاوية البنات ماشي ضروري تشعلو ليه المجمر قدرو تحطوها في البوطة وتشعلو عليه المهم أنه يبدأ يطلق الدخان دياله واللي شعلو عليها غير بالبريكة من اللي تيشعل وتيطلق دك الدخان دياله هادك الدخان عتبخرو به الشمعات بتلاتة بيهم نفهم عليها البنات من بعد ما تنبخروا الشمعات تدوزو وتتكتبو فيهم هاد الكتابة هاد الكتابة هذه إلا كان عندكم المرود ديال الكحل لا كنتو كتديروا الكحل اللي كتبوا بالمرود ديال الكحل ديالكم كنتو متتديروش الكحل بالمرود كتبو بشي عويد ديال سنان كتبوه بعود ما تكتبوش ما تستخدموش البنات هاد الكتابة هذه ما تستعملوش فيها اليبرا ولاو أسamo بدليال الهديد كتبوها غير بالخشب يعني إما المرود دي العينيكم ولا عوية تعسنين شو ستكتبوها لبنات تكتبو هاد الكتابة هاد العزيمة هاد العزيمة لبنات أنا خليها لكم في صندوق الوصف باش تكتبوها بطريقة صحيحة ديالها المهم تتكتبي أنا فلانة بنت فلانة عايت تعليك يا للا عيشة سحابية أنا فعارك جيبي لي فلان ولد فلانة مكتف بحبالك المدنية وتحضري لي نديره تحت رجلية ونكون في قلبه محضية واللي قلتها يقول لي على راسي وعينية هادي هي القرية البنات الكتابة عفوين ساهلة أنا فلانة بنت فلانة عايت تعليك يا للا عيشة سحابية أنا فعارك جيبي لي فلان ولد فلانة مكتف بحبالك المدنية وتحضري لي نديره تحت رجلية ونكون في قلبه محضية واللي قلتها يقول لي على راسي وعينية هادي هي الكتابة البنات هاد الكتابة تكتبوها في الشمعات بتلاتة بيهم بتلاتة ديال الشمعات هاد الوصفة البنات تتبغي الطهارة ما تديروها حتى تكونوا على طهارة فهم علي هي البنات ضرورية طهارة في هاد الوصفة من اللي تتكتبوهما البنات بتلاتة بيهم كل نهار تتبدو تشعلوا وحدة من اللي غتكتبوهم غتشعلوا وحدة لغدليه وحدة لغدليه وحدة يعني ثلاث أيام وانتوما تتشعلوا هاد شميعات هادو نفهم عليها وحدة في النهار البنات اللي ما عندهم لخرقة لصورة عتديرو شمع هاكك غير عتكتبوه وغتشعلوه بالطريقة اللي قلت ليكم ولبنات اللي عندها الخرقة ولصورة وبغات يعني بغات تدير الخرقة إلا بغيتي تدير الخرقة ولتديري الصورة تتشدي الخرقة ديالك وتتلويها للشمع من بعد ما تكتبيه منفهم البنات تتأخذ طروف ديال الخرقة وكل شمع تتلوي فيها الخرقة ديالك منك تلويها تتأخذ خيط ديال الحرير وفاللون الخضر وتتلويه على تتقبطي به الخرقة على الشمعة تتلويها مزيان فتتحسي بها قابطة صافي وتتشعلها بالخرقة ديالها نفهم عليها البنات البنات اللي بغوا يديروا الصورة يديروا الصورة الثبراسط الخرقة. مفهوم عليها البنات. والصورة البنات تهيعت قبلوها بخيط ديال الحرير خضر بنفس طريقة ديال الخرقة. اللي تنشعلوها البنات هاد شمع ديال السماوي. يلا تتشعلو الشمعة تترشو احداها الريحة ديالكم يعني البرفين ديالكم اللي تتديروها دايما. وتتشعلو احداها عويد ديال النب. هادو باروريين البنات. رشو ريحتكم وديرو احداها عويد ديال النب يكون شي نوع مزيان شعلو احداها. غير هو البنات الخدمة ديال هاد شمع هادا ماشي كل نهار كتصايبو شمعة بوحدها. سواء كنتو غتتخدمو طريقة اللولة غير بالكتابة غتتكتبوهم بتلاتة بيهم. عاد كل نهار غتشعلو احدا. كنتو غتديرو الخرقة غتكتبوهم وتلفو عليهم الخرقة وتكونو موجدين هم. بفوما البنات يبقى لكم غير تشعل. وكذلك لك انتو غتديروهم بالصورة. غتتلويو عليهم الصوار وتلويو عليهم الخيط الحرير الخضر وتخليهم عندكم واجدين. بفوما البنات هاد شمعة هادو كيوجدو في مرة واحدة. سواء بالكتابة سواء بالخرقة سواء بالصوار. مشي كل نهار كنوجدو وحدة. مفوما البنات كنبخروهم وتنصيبوهم وتنحطوهم. عاد كنبقاو كل نهار تنشعلو وحيدا. هادو شمع البنات ديال السماوي آآ تينجحها البنات هاد شمع مع البنات اللي عندهم الجواد ومع البنات اللي ما عندهمش الجواد. آآ كيف ما كنتو هالبنات خدمو هاد شمع هادا راه ناجح وراه آمن بحال اللي قتليكم ما تخافوش منوها البنات. آآ لو كان ما كانش آمن راني انا غنقولها ليكم. وهاد شي اللي كاينة البنات في هاد الفيديو وتنتمنى الوصفة تكون عجباتكم. آآ إلا عجباتكم الوصفة ما تبخلوش عليا باللايكات. آآ البنات اللي دخلو جداد وما زال ما اشتركوش في قناتي التانية. آآ رابعة الحسنوية حتى هي البنات تنزل فيها وصفات مجربة وصفات ناجحة ومتنوعة. اي حاجة بغيتوها اتلقاوها البنات في القناة. وهذا ما كان. تنشكركم بزاف حبيباتي للتتبع للتفاعل ديالكم. وبسلام عليكم. ونتلاقاوه في الفيديو الجاي ان شاء الله. اشتركوا في القناة